وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر امدادات الطاقة لعملية التنمية المستدامة جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للطاقة الجديدة والمستدامة فضلا عن التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإضافة مكون الهايدروجين الأخضر للمنظمة المتكاملة للطاقة لمواكبة التطور العالمي بشأن تغير المناخ لاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا بالعمل على توطين صناعة أجهزة التحاليل الكهربائية الذي تعتبر أماد هذه الصناعة كما وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الزراعية وذلك في ضوء ما تمثله إمدادات الطاقة من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية على مستوى الجمهورية كما اطلع الرئيس السيسي على مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار خاصة السعودية واليونان وكبرص خاصة السيسي اشتركوا في القناة